اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطع الأعمال العام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر وقد قام السيد وزير قطع الأعمال العام في هذا الإطار بعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرية الشركات العالمية كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية كما تم عرض جهود وزارة قطع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطع القطن والغزل والنسيج والملابس حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسويقها الشركة المصرية للأقطان جيبشن كاتون كما تم استعراض جهود وزارة قطع الأعمال في ميكانة منظومة تجارة الأقطان وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وصولا إلى تعميمها مؤخرا على كافة المحافظات بما في ذلك تطوير نظام مميكا لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع برصة السلع المصرية بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا المجال ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعة كثيفة العمالة